توجيه الاستثمارات التنموية نحو تطوير البنى التحتية الخدمية استراتيجية يعمل من خلالها المجلس الجهوي بولاية العصابة الذي عقد اجتماع لدوراته العادية بحضور السلطات الإدارية بغية مناقشة ما تم إنجازه في القطاعات التي تدخل في اختصاص المجلس خلال الفترة الماضية الجهة عادت عندها ميزانية معتبرة وهدف من ما اعطالها الميزانية هو أنها تساهم في تنمية الجهوية بياك ما نقول محلية التي اضطال كافة مقاطعات الولاية وتنفيذ تركيز أساسا على قطاعات التي دخلت مبدئيا في طارق اختصاص الجهة قطاع التعليم الثانوي والإعدادي والبيئة وهو قطاعين من أهم قطاعات الدولة وهم يستمر الحوائج عندهم في التدخل المجلس عبر استغلال ميزانيته في الصالح العام تمكن من التدخل في قطاعي الصحة والتعليم عبر ترميم المنشآت ومدها باللوازم الضرورية لاستمرار تقديمها للخدمة العمومية نجتمع اليوم في ظرف تشهد فيه كافة مقاطعات الجهة ورشاة أشغال وترميم وصيانة وتجهيز بل وبناء التوسعات على مستوى الكثير من المؤسسات التعليم الثانوي والمراكز الصحية على نفقة ميزانية الجهة في مجال التعليم تجري الأشغال على مستوى ذانوية باركيول وذانوية كونكوسا وذانوية بومديد وذانوية كيفا أما في مجال الصحة فقد تم ترميم وتجهيز المراكز الصحية التالية المركز الصحي لكونكوسا والمركز الصحي لقرو والمركز الصحي لبومديد كما تم التعاقد مع مؤسسات من أجل اقتناء الكثير من المعدات الصحية والتجهيزات ذانوية كيفا كان لها نصيب من مجهودات المجلس الجهوي الذي قام بتأهيل عشرات الفصول الدراسية إلى جانب تزويدها بالمعدات المطلوبة وذلك في أقصر الآجال مجلس الجهوي الذي فعلا الذي أعاد للمؤسسة جزءا من رونقها القديم جزءا من رونقها القديم وأعاد لها وأعطاها إذن دفعا جديدا قوة جديدا تعمل بها في المستقبل إنجاز العمل في حوالي عشرين يوما بدلا من شهرين الموقعين مع الاتفاقية وهذا إنجاز عظيم وعمل جبار والجميع يشكره يعمل المجلس الجهوي في ولاية العصابة بالتعاون مع الجهات الرسمية والفاعلين لتجهيز أرضية تنموية صلبة تمكن من بناء منشآت خدمية تسهم بالدفع بعجلة التنمية المحلية متالي الصادق قناة الموريتانية مدينة كيفا